موسيقى محبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من برنامج داليس آخ هذا البرنامج من خلاله نقدم لكم كل ما هو جديد في الفن والإبداع ضيفنا لنهار اليوم هو جانا من ديار الغربة رغم أنه بعداته الغربة جسديا لكن نروح ودايما نبقات معلقة بالجزائر وكل البلدان العربية جانا بجديد تاعه اليوم اللي هي على الوطن اللي أصبح جزء منه وأصبحنا جزء منه وهو القدس العربية انتفض كما كل شعوب العربية وشعوب الإسلامية معنا عبد النور حسن مرحبا بك عبد النور أهلا وسهلا ومرحبا بك الأخ الدلالي الله يسلمك شرفتنا اليوم بحضورك شرفت الجزائر العاصمة كلها وقبل ما ننسى وقول عبد النور جانا من عنابة تاني الغالية بلاد مدينة الفن والمعرفة مرحبا بك عبد النور عايشكم مرحبا بك الله يسلمك بداية برك عبد النور قلنا شكون هو عبد النور وبدايتك فيلم شوال الفني والله هي البداية هي بديت في برنامج نجوم الغد هو برنامج تونسي كان الوقت داك يهتم بالمواهب الشابة وهو البرنامج اللي تخرج منه صاب الربيعي وصوفيا صادق وفنانين توانسانة والغشام وكنت شاركت في هذا البرنامج خديت المرتبة الثالثة بعد جيت الجزائر اشتغلت مع فرقة الف ليلة وليلة الموسيقى العربية اللي يرقصها الأستاذ جدي قويدر اللي عايش في الإمارات في دبي وهو اللي يعمل لي لحن تاعة القدس عربية نحن تكلموا عليها هذا مشروع أنا بالنسبة لي هو أكبر مشروع عليك أنت يا عبد النور تكلموا برك على البداية بتاعك وكما قلت أنت من ديار يعني جيتنا من ديار الغربة لكن بقيت دايما محافظة على الأغنية الجزائرية على الأغنية الشرقية ولا نقوله الأغنية العربية كيفاش البيئة الغربية ما أطرتش عليك وعندك 15 سنة ومتا في فرنسا على خطر أنا ديجا بدايتي كانت في الأغنية العربية وكانت هي ميولاتي ميولاتي شرقية ميولاتي شرقية وكي روحت لفرنسا روحت في انتورني ميزيكال وكنا نغنيو الجالية العربية نغنيو الأغنية الشرقية الأغنية الجزائرية تونسية المغربية وبعدها عملنا حفالات كبيرة وانستاليت لتم ان فرنس والحمد لله يا ربي درت مشاريع فنية والحمد لله من بي المشارك الفنية وشعمة كامل درت أنا البوم البوم اللي تم ان فرنس ودرت عدة حفلات وديت دورني في دوت لوروك وخدمت وشي شركت في بعض الأفلام الفرنسية اللهي بارك كممثل ولا مغني اللهي بارك ما شاء الله تسمى متعدد المواهب عندك في هذا هو الفنان الشامل والمتكمل كنت عندي ديجا تجربة في السينما في فيلم بلجيكي كنت هدي في بدايتي الفنية بعد أول مبدينة بديت في التمثيل بديت في التمثيل كانت في صدفة في رحلة لتونس وسي وتعرفت على مخرج بلجيكي اسمه روبرت مالونجرو ولعبت في فيلم حكاية الحب والصدق لما كنتش تستهويني بالزير في السينما حبيت نخلاها للناس اللي الممثلين كما قولوا للأصحاب المهنة ولكن احيانا يكتشف نفسه في مجال آخر ومشي بعيد عليك مجال التمثيل جميل جدا قلنا بداية كانت مع الشرقي مع الترابي بقيت محافظ على بقيت محافظ عليه لأنه حاجة نحبها حاجة نحبها ونهوها وأول ألبوم كان شرقي كله شرقي كان فيه شرقي وكان أغنيا واللزاق جوز في طبع الوهراني جزائري نسموه حاجة حاجة من عندك في الترابي ولا في الشرقي ماذا بل يا؟ والله هو صوت شوية تعبان على بالي بالليليوم مارا وتعبان وعندك سفر على بالي ما عليش حاجة بركة صغيرة للمشاهدة الليالي تمر علينا تمر علينا والسهر قرح عينينا قرح عينينا على الحبايب للهوى روحنا اشتكينا هن معنا يا طرى ولا علينا بعوا فينا واشترونا وما حكينا عيارتهم بالمحب ينصفونا كل ما حلوة هيا عيني فرحونا كل ما مرة هيا لبي زعلونا بنقافاهم أو رضاهم حيارونا وصغرونا الحبايب شكرا لك عبد النور شكرا كل ما بعدنا على الجزائر كل ما حبناها أكثر ولو البعض يشوف العكس هيا الام هيا الام يقول لك الانسان اللي يحب بلاده يقعد في بلاده حبيت برك نصحوا هاد المعلومة ما كاش منها انسان قد ما يبعد قد ما يحب يخدم بلاده أكثر وانت خير دليل انك شرفت الجزائر في عدة مشاركات كانت دولية كسسوا في السينما ولا في الفن والله هي شوفي الجزائر بكم يغمو هي مسخة الرأس وهي الام وهي الوطن والانسان من الجمش ينكر وطنه وانا مهما تواجدت في فرنسا ولا في أي بلد ديما الجزائر هي على اسمي وعلى لساني والجزائر هي شكرا لك شكرا لك شكرا لك برك عبد النور نعم تواجدين في بلسالون أوكاوا أوكاوا the art of coffee هو تاني هدا قبلة لكل الفنانين لكل محبين الفن والله سابق بيزير سابق بيزير سابق بيزير ويعطيك الإنسبارات ويعطيك في مكان أخبرك واند هو تعالخ كم من تفضل قلت لك وديما في أي حفلة المطرب الجزائري مالغري كنت نغني الشرقي ونغني المصري وكان بزاف يحسبوني مصري ولا لبناني بسع أنا ديما كنت في مام حتى في التقديمات وكلش المطرب الجزائري وتحية للجزائر وناس الجزائر دايما ببلادك وتجول نعتز بأني جزائري الحمد لله الحمد لله مهما نوعد في الطبوع ومهما نوعد في الألوان الغنائية نبقى دايما نعتز ببلادك الجزائري ونعتز بالإنسان اللي دايما يكون متمسك بالأصلة لأنه الإنسان اللي يبعد على الأصلة ويبعد على الشخصية والهوية نحن نحيوك تكلمتلي على مشاركتك على المستوى العالمي بما أنك في ديال الغربة تكون تكلموا على المستوى العربي ومبعد على المستوى المحلي هل كانت عندك حفلات قمتها هنا في الجزائر؟ ما هو السبب؟ وما هو السبب؟ وأنا من الفنانين اللي مندقدقش على الأبواب مندقدقش على الأبواب يعني لكن عايتولي خدمت ما عايتوليش الحمد لله أنا في فرنسا في بلجيكا في إيطاليا في ألمانيا في الأوروب عايتولي وخدمت في سويسرا حفلات المنظمي الحفلات يعايتولي وروح نخدمه نعمل حفلات وواحي هنا في الجزائر متوجهت ليش دعوة سفي كنزان قبل كنت نعمل حفلات هنا المشكلة التي هنا في الجزائر غير تغيب سينساوك هم يتذكروك متواجد معاهم بريلزونك قاعد هنا عبد النور ولا أي فنانة عندي حفلة في البلاسة الفلانية عندي حفلة يوم الفلاني جيت تغني أروح تغني معايا بس حكي ما يشوفوك هم يتفكرون الإنسان لمعاهم سفي كنزان هذا المشكل هذا هو المشكل سفي كنزاني يعني من الفنانين كل في الجزائر هذا هو كما قلوه التهميش تهميش تهميش في الأوروبة يقيم الفنان ويتعامل مع الفنانين يعطوه القيمة كما ينبغي صح هذا هو الشيء ويقوموا بإنسان وترجمهم ويحضروا ويقوموا بك ويقوموا بك مهم ما عليش ونشوفوك في الأيام القادمة إن شاء الله في رمضان في قوابا إن شاء الله لكن تتوجه لدعوة مع مجموعة صح فنان وفنان لدينا حفلات في تونس لدينا حفلات ثلاثة 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 خبية الحمد لله ربي وفقك إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تبقى دايماً جزائري وتبقى دايماً نعتزو بوطنيتك وبحبك للجزائر ونتكلمتوك على الألبوم الثالث أظن هذا هو الأخير هذا الألبوم الأخير في فرنسا هذا أصدرته في فرنسا مؤخرين في باريس مع شركة مغربية تي كانت فيه إنفاريتي مغرب ميوزيك كانت في إنفاريتي هذا جمعت ما بين الطبوع جمعت في الطبوع الجزائريا لتورات الجزائريا لتورات الجزائريا على خطر أنا في باريس غنيت ياسر مصري ولبناني وجاتني شوية انتقادات يقولوا عبد النوري غني شرقي غني شرقي غني شرقي حبيت مبينلهم بلي رعبد النوري نجمي غني كل شي غني جزائري غني شرقي غني كل حاجة أصدرت هذا الألبوم فيه الطابع الوهراني وفيه الطابع الشاوي والطابع القبائلي بالعربية بس نعم هذه اللي حبيتها تكلمنا شوية مقبلة في الكواليس تكلمتني على هذا العمل الجديد ربما ما زال ما ما سمعناش قلت لي أغنية بالقبائلية بالقبائلية ولكن الموسيقى موسيقى عربية موسيقى عربية هي الأغنية ادير معروفة هي أغنية أفيفينوفا واخدمناها كشغول تيكنو بريتم سريع ودخلنا فيها القصبة ودخلنا فيها يعني حويج موديرن تع العصر هذا والكلمات عربية وتحكي على الغربة هي عنوان تيحة أنا غريب نتفكر أيام زمان والليل مع أحبابي مهما مشيت ومهما جيت نبقى أنا غريب كلمة رائعة جدا والألوم تصدر في باريز وفي الجزائر ما زال ما تصدرش نسمعوا كالكز أكسترى من أفيفينوفا نبقى أنا غريب أنا نتمنى ترجع اليام وضعوا دسنين غضالي ونغني موال أحني ما نبقى أنا غريب أنا موسيقى 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 هدايا كثيرة من عندك عبد النورو واذا قدموا لك؟ انت مديت بزاف للجزائر وكل جزائريين واذا مدي فيك؟ والله يا أخت دلال هما كما يقولوا الفنان شمعة تحترق لتونير درب الأخرين احنا الفنانين نمدوا ومن السنة وحتى مقابل لا جنة مقابل ما نقولوش لا هذا يزيد في المعنويات ويزيد في تحفيز باش الإنسان يخدم أكتر ولم يجد المقابل الفنان خلق فنان ويموت فنان يعني العطاء الفني هو الصيفة اللي يمتز بها للفنان صح نبقى ديما في العطاء الفني والفن هو رسالة أنا أشوف لا كانش رسالة مش هو فن لازم يكون رسالة يحكي على كل كاين في المجتمع يحكي على الظروف اللي عايشينها اللي يعالج قضايا هذا هو الفن صح الفنان صح صاحب رسالة والفنان صادق لازم يكون صادق صادق ويكون هادف باش رسالته تلحق لم يسن حد شيء ما يسن حد شيء صح هذا هو الفنان اللي يحب الفن بتاعه نزيدو نسمعو حاجة شاوي اللي هي ماما ماما هذه أغنية شاش الخطر شاش خدمناها بطريقة وسية عصرية وماما خلينا فيها الأصالة خلينا القصبة وخلينا هديكا وهذه الأغنية دارت صادق كبير في فرنسا ونجحت نجاح كبير وكاين بعض الإداعات هنا في الجزائر داو هدي الأغنية وبالطرق ما شاء الله نسمعو حاجة يقول لي كراهني ماما 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 يالي علحي نتالي فيها وعالكد بنقبن ثانية يالي علحي نتالي فيها وعالكد بنقبتن ثانية يالي يالي كواني وانا حي أغنية جميلة جداً لرحلة زولي خلا يرحمها كانت بطبع جديد كما قولوا بتوزيع جديد ما شاء الله كلمنا عليه شوية عبد النور هذا العمل هذا اللي احنا اخدينا الأغنية كما هي من الطراث الجزائري ودرنا لها توزيع جديد بس خلينا القصبة بس خلينا القصبة هي الأساس في الأغنية التراثية هنا في بلادنا في الجزائر حبينا نخلينا القصبة لا توش أجري حبينا نخلينا الروح التراثية ودرنا لها توزيع جديد والحمد لله هنا لتعجاب كبير كنت فرحان كتير بالنجاح تيحها وما حتى كي الناس يسر بروبوزة وعلي باش نعاود التجربة التجربة في أغاني أخرى تراثية وبربي إن شاء الله هني قاعد نوجد في حاجات جديدة إن شاء الله يكون عندك أعمال جديدة إن شاء الله كيفاش الفنان العربي بسيفة عمى يقدر يؤثر على بما أنك انت في ديال الغربة أكيد يكون جمهور من الجليل العربية أو من الجزائريين ويكونوا أوروبيين كيفاش يتفاعل 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 الأوروبي ربما فكي يسمع الأغنية الجزائرية إذا croisنا في الموزيك الألجريين الموزيك الألجريين الموزيك اللي تع sampai بالموت حنا الموزيك الألجريين قربة لأغاني محدد أخرى قربة كأشتي حيث نعم في حفلات الغربة في أوروبا أو فرنسا أو أي بلاد أوروبية فها كل الجنسيات تلقائي التونسي تلقائي المصري تلقائي المغرب الجزائري وكل شيء لذلك تلقائي ما تلقائي للفن العربي؟ وكين أوروبيين يأتي ويسمعوا الأغاني يتفعلوا مع الموسيقى تعجبهم الموسيقى بالنسبة للموسيقى كما نسمع الأغانية الإنجليزية أو الأغانية الأمريكية فهنا لا نفهمو الأغاني بس نحسوا بالموسيقى والموسيقى ترجم وش قاعد يقول للمطرب سبغي، ذو كان نروحو عبد النور للعمل الأخير كما قلنا هدية هدية لفلسطين الحبيبة انت انتفض كما باقي الشعوب العربية وشعوب الإسلامية كل واحد كيفش انتفض كين بالفنتاع وكين شفنا مسيرات احتجاجية انت كان عندك كان شيء آخر هي في الأغانية الوطنية؟ أنا منذ الصغر وأنا نعشق حاجة اسمها فلسطين نقطة ضع في كل الجزائرين فلسطين نحب فلسطين على خطر احنا تربينا من صغرنا تربينا على كلمة الجزائر مع فلسطين نحن نور في طريق التائرين نحن نار في قلوب المصدرين نحن لنرضى السكون يعني من بكري كنت نحب نغني الفلسطين ونغني الأغاني المنتزمة الأغاني الوطنية وبعدها وقت اللي كنت في باريس كنت سمعت القرار كما سمعوه الناس كل الذي كان القرار لدعى ترونان ترامب الذي قال القدس هي عاصمة إسرائيل أنا خميارمون ما أنا منش باللي كينا دولة اسمها إسرائيل أنا من نعرف كينا دولة اسمها فلسطين ومحتلة من إسرائيليين إسرائيليين ليس دولة إسرائيل على خطر سمعت هذا القرار الحق ثرت تقول عليه أحتلوا الجزائر ولا بدلوا حاجة في الجزائر على خطر نعتبر فلسطين كي بلادي أنا فلسطين نقدر أقول هو بلادي تاني وبلادي نحبها بزاف ونحب ناسها ناسها على خطر معظم أصدقائي في باريس وواحد كلهم فلسطينيين كي سمعت هذا القرار حبيت نعبر على الغضب تيعي الغضب تيعي وحبيت نعبر على نكران هذا القرار بأغنية بأغنية وهي القدس عربية القدس عربية نقول يا طير الحمام يا رمز السلام رفرف وعلي ونشر الأمان قلبي إليك بركان وكلامي عنك إيمان وروحي في ذاك بلا ثمن من أنا ودموعي أنهار من أنا وبقلبي نيران أنا عربي وأنت عربي وكلنا عرب والقدس عربية وهي القدس عربية والقدس للعرب كل القدس إسلامية والقدس فلسطينية وفلسطينيين وأنا شرفني كثير 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 أني عملت هذا العمل والحمد الله يا ربي لقى نجاح كبير لما كنتش متصوره الحمد الله أنا كانت كان رسالة ما عندي حتى هدف من وراء هذه الأغنية الحمد الله هي كانت رسالة ورد على الرئيس الأمريكي والقرار تاعه والفنان صاحب رسالته والفنان المبدع هو صاحب القرارات تاعه صح وهد الأغنية لقت رواج كبير ولقت رواج كبير مع أنها أغنية وطنية وما في نحنا نسمع الأغنية الوطنية يعني سمعناها من كبار الفنانين كيفش وشنو ما سرها بنجاح هي بلك أنا أنا شفت سر هذا النجاح أنها تغند بإحساس والكلمات كانت معبرة جداً والموسيقى قوية الموسيقى قوية والكليب كان مصور بطريقة كبيرة بزير وعالية والصور اللي كانت في الواحد معبرة على الواقع الفلسطيني اللي قاعدين نعيشوا فيه هذا اللي خلى الأغنية تنجح هذا النجح الكبير وعليش دائماً يعني الفنان وخاصة لغني الأغنية الوطنية تستعملوا ربما الصور مؤثرة جداً هذا يعني من هي دجا الكلمات مؤثرة كيف أنساها أم وهي دوماً في خيالي كيف ينساها قلبي وهي رمز للأجيال إلى متى والدم يسقي أراضيها إلى متى والحزن يرويها دجا هي الكلمات معبرة معبرة عن واقع حزين وواقع مرء صح لإحنا عايشينه يعني كل العرب على خطر منقول شغل الفلسطينيين عايشينه على خطر إحنا كنشوفوا حاجة أصرات في فلسطين نتأثروا كامل نتأثروا بها كشغلة يصرات عندنا صح نعيشوا نفس المعاناة نعيشوا نفس المعاناة نعيشوها هنا في الجزائر نتقسموا معهم كل شيء وحدنا دائما معهم وحقا المشاهد في الكليف بيش نوصلوا للعادة الكامل هاي المشاهد هاي المشاهد هاي يسرى في فلسطين ودلنا مشاهد حقيقية مشاهد حقيقية برافو عبد النون، استقبلت من طرف سفير دولة فلسطين هنا بالجزائر دكتور لوئي عيسى وهذا شرف ليك وشرف لي نحنا تاني وش زاد لك يعني كيفش كان حوارك مع الدكتور لوئي عيسى كان استقبال حار لما كنتش منتظره نعرف أن الشعب الفلسطيني هو شعب مبياف شعب كريم بس حلقيت استقبال أكبر مما كنت أتصور وعجبتهم الأغنية كتير وتأثروا بها وحبوها الأغنية كتير وبعتوها القنوات التليفزيونية الفلسطينية تبلثت القنوات التليفزيونية الفلسطينية والدكتور لوئي عيسى أعمل لي اتصالات مع ملحنين اللي عايشين في باريس فلسطينيين منهم الملحن الكبير والمطرب الفلسطيني الكبير أحمد داري وبربي إن شاء الله عندنا أعمال فلسطينية جزائرية في الأغنية الملتزمة الحمد لله وكانت هذه شهادات في حقك تعتز بها من طرف سفير دولة فلسطين هنا بالجزائر ونعتزوا بها احنا تاني كالجزائرين ونشكر ناس اللي قائمين على السفارة الفلسطينية ونشكر كل المسؤولين والعمال والناس كل اللي يستقبلوني استقبال كبير وشكر الكبير للأخ لؤي عيسى احنا تاني بدورنا نشكره ونشكره كل طاقم سفارة دولة فلسطين هنا بالجزائر اللي دايما يقوموا بالواجب تجاه كل الجزائرين وكل الفنانين هذا الفيديو كليب كان من تصوير وإخراج وكالة تضياء للمخرج طارق العنابي اللي هو بمثابة فلان احنا بنعرفه بطارق العنابي اكزاكتور مومونوا هو بمثابة اختاع كل صدق تاعك والتصوير موراد بورورو هو الشاب بس يعني ما شاء الله في التصوير وفي المونتاج ومعالي كيبتيع وسيلي كيبتيك ليك وكيما قلنا الأغنية هي من كلمات صراح الدين قفسي والحان الأستاذ جديخ ويدر وتوزيع بدري زناش الله يبارك يعني هو كان عمل متكامل والناس اللي عملوا فيه كل أسماء كبيرة وأسماء اللي مدت للموسيقى العربية والموسيقى الجزائرية الله يبارك وبالك هذا هو بصر نجاح الأغنية الحمد لله صح كيكون العمل متكامل وتكون يد وحدة خاصة احنا بدون ايطالة نشوفوا الفيديو كليب باش نستقبلوا في الجزء الثاني طارق بنوالي راهو معنا خلوكم مشاهدينا تستمتعوا بهذا الفيديو كليب الرائع لي عبد النور حسن القدس عربية ورجع لي قلبي إليك إليك بركان وكلمي عنكي عنك إيمان وروحي فداك 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 بلا تمن القدس والقدس عربية عربية مرحباتك على القدسة إن شاء الله فهم جيد جديد موسيقى كيف أنساء أمور وهي دوما في خيالي كيف ينساها قلبي وهي أنزل الأجيال كيف أنساء أمور وهي دوما في خيالي كيف ينساها قلبي وهي رمز للأجيال إلى متى هو الدم يسقي أربيها إلى متى هو الحزم يرويها إلى متى هو الدم يسقي أربيها إلى متى هو الحزم يرويها موسيقى من أنا وبقلبي نيران أنا عربي أنت عربي كلنا عربي المن والقدس والقدس عربي 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 وانا نروح وانا نجي ما لانا غير الله عودة لكم مشاهدين الكرام مازاكم معنا في بنامج داريسا ومازلنا في سالون أوكاوا دي آت أوف كوفي ينضم لينا كما قوله وليد الدار جميل اعتبرت أنه ضيف هو أخ وصديق أكثر من صديق هو أخ وطارق معوش كما شفنا الفيديو كليب القدس عربية كان من إنتاجك إنتاج وكالة تابية والأخراج طارق معوش وشارك طارق صباح والله لباسي عايشك دلال أنا نقول لك سفي بليزير أني معاك دلال نشوف فيك مع احترامي كل الوجوه الإعلامية في الجزائر نعتبرك أنت من وجهه المميزة في الإعلام الجزائري شكرا لك برافو عليكم والناس اللي ينتبع فيك دي مو أنت على بالك بالي هذا الشي باش ميقولوش بالي يمو جامل أو قاعد يجامل فاها على الحصة ولا كدالا أنا لا فيليتي وأنا اخترت بالعاني البرنامج ديالك باش نكونوا حاضرين فيه لأنه حضورك أنت في البرنامج يزيد لما بهاء شكرا 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 بكم انتوما بكم انتوما ويوم جيد وجبت ضيف عزيز علينا وعلينا على كل الجزائريين وكما قلنا كان شرف الجزائر شرفتوا الجزائر بهذا العمل اللي كان متكامل حكي لي عبد النور قال لي نجاحه بنجاح المجموعة كاملة وكنت لأنكم كنتوا يد وحدا الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله أنا نقول لك الصح مع عبد النور ننسى روحي بلي أنا سواء كان إخراج أو سواء كان مطرب نكون معاه هو نحس في روحي أنا مشي كيعد معايا هو على بل وبدأ الشي نحس في روحي أنا من ناس اللي نحب صوته ونحب نسمع له ونحب نتبعه أول مدار الغنية تاعة القدس العربية شو وقت لها بزاف تصدقيني حسيت كأنه أنا اللي غنيتها ونصور فيها كأنه أنا اللي قدمتها واستقبال السفير الفلسطيني اللي وجه له تحية كبيرة لأي سعيد لأي عيسى معدلة دكتور لأي عيسى نوجه له تحية ونوجه التحية للسفارة الفلسطينية بالجزائر الاستقبال للسفارة لعبد النور حسن كأنه استقبال ليا واستقبال تاقم العمل ككل يعني أنا نقول له أنا ما نقدرش نقول له كل شي مبروك على نجاح الكليب أنا نقول كل شي مبروك علينا ككل وككل جزائريين لأنه عبد النور ما كانش بي ما كانش يمثل نفسه ولا يمثلك أنت طارق كان يمثلنا كلنا كجزائريين سواء الفناني الجزائريين ولا كشعب جزائري لأنه معروف بالجزائري بهذيك الحرارة وحبته بلا محبته لشعب الفلسطيني هذي كما نقوله أقل هادية نقدرون أن نقدموها في حق هذي الشعب العظيم وجولهم تحية وإن شاء الله دايما نقوله نصر إن شاء الله لكل شعوب العربية أنا برك سؤال لك عبد النور كل تقريبا شعوب العربية رهي تمر على هاد الحروب ظلمة الحروب على هاد بالتحديد فلسطين من غير الحب من الفلسطينيين والله يعني أنا قاعد نشوف باللي غاي الشعوب العربية كين هم يقولوا ربيع وربيع العربي وكل شي تسمى كيشغل هذا هذا مشاكل داخلية نقدر نقوله مشاكل داخلية وإن شاء الله ستمر بسلام إن شاء الله نفس المشاكل هذي عادين على هاد إجافة العشرية السوداء والحمد لله يا ربي وخرجنا منها بسلامات وكيما خرجنا احنا الشعوب الأخرى بربي إن شاء الله تخرج منها بسلامات وتخرج بنتيجة إيجابية بسح الشعب الفلسطيني عنده كيشغل حقه رح أرضه رح تختصب وحق رح يتنحى من عنده هذي يدي حزت في نفسي أنا على خلال كيشغل حاجة رح تنحاها للشعب ورح تنحاها للأمة العربية الأمة العربية والأمة الإسلامية هذي الحاجة لي جاستني وأنا يعني ما نجدبوش على بعدانا أنا نحب فلسطين ونحب الشعب الفلسطيني كنا نحب الفلسطيني نقول له نقطة ضعفنا هي كلمة اسمها فلسطين نحبها بزاف ونضنى بها كما قلت احنا تربينا على جملة اسمها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة إن شاء الله نبقوا دايما بهذا الروح لأن الروح الجزائرية والروح الوطنية خاصة بالجزائرين تطارق بما أنك زرت ما شاء الله عندك جوالات في معظم البلدان العربية وركشفت التمييز على الجزائري كفنان ولا كمواطن أعادي نقدر نقول لك باللي بحكم الخدمتي وقرايتي وكذا خلتني صح أني شفت بلدان وصعيبة كي تشوفي بلدان أنتي استقررتي فيها يصرى فيها حروب كما سوريا اليمن صح اليمن رغم أنا ما جاتش فرصة باش نروح اليمن ولكن تحسي أنه كي سروا هذي الحوايج كما مؤخرا كي شفنا اغتيال الرئيس اللي كان قبل يمني رغم أنه كل المشاكل وكل هذك الشي اللي دار ولكن يبقى رئيس يعني كتشوفي كما كحنا العرب في بعضانا تقيسي تقيسك شوية الأمور ولكن أنا صح أنا قدمت أغنية وينكم يا عرب اللي قدمت فيها رسالة إلى كل الشي اللي يسرى في العالم العربي بما يسمى بالخريف العربي أنا من قلش نقوله الربيع الربيع العربي يعني ربيع جميل ربيع الربيع جميل ليفيه الورد مشي فيه الدم صح ولكن صح ما جاتنيش فرصة وما تقدمت ليش فرصة أنه نقدم أغنية للفلسطين أنا قدمت كما نقوله كما بكر يكون نقره قدمت فكرة عامة أما الفكرة الجزئية اللي أنا كنت نتمنى نقدمها قدمها الأستاذ عبد النور في أغنية القدس عربية يا طير الحمام رفرف يا رمز يا رمز طير وعلي وطير ورفرف ونشر الأمان إن شاء الله ينشر الأمان إن شاء الله يحي من خلال هذا البرنامج الكاتب الكبير والملحن والموزع وكل التاقم كل واحد باسمه أكيد على هذا الأغنية اللي قدموها يعني لفيريتي برافو ونصوروا المخرج من سوها مش بسع أكيد حنا ثاني من خلال البرنامج نقدمه تحية الكل تاقم اللي شارك في هذا الأغنية هذا الرسالة النبيلة من كنتاو من كل شعب الجزائري طارق معوش ما شاء الله مغني يعني فينا المتكامل مخرج مغني طارق بونوها طارق بونوها طارق بونوها نتكلم على المخرج ونقول طارق معوش هكا سيسا كيفش قدرت لاهي بارك تلم بقع هذ المواهب الغناء بالنسبة لي أنا هي هواية مش حاب نحترفها لأنك أنت عارفة باللي الغناء في الجزائر مهوش خبزة لو نحب نعتمده كخبزة لازم نكون نغني في ملاهي أو نغني غاني سوقية ما نقدرش ننزل المستوى هذك والحمد لله خدمة تيعي ثانية كإخراج وكإعلام الحمد لله لقيت فهاروحي والحمد لله يعني ولو ما كنتش مخرج ربما ما كانتش صدفة أنه نتج معه مع عبدالله حسن في أغنية القدس عربية والحمد لله يعني قدمت أكثر من كليم وكنت ضيف على أكثر من برنامج في عدة قنوات وانتي ربما كان عندي شرفة لأنني كنت معاك يمكن في أكثر من جزوز بارك هذه هي ثالث مرات يعني الحمد لله يا ربي ولولا أنه الفن الغناء ما كنتش هنجتمع معك أنتي صح الحمد لله هذا هو الفن الجميل ليجمع يجمع ما بين ملاس و الحمد لله كان الألبوم الأخير الذي اصدر مؤخرا فور فور الزين ديالي اللي كنت قدمت منه كليب اللي عملته في تركيا هذا هو الألبوم الجديد هذا كل الألبوم من كلماته ألحان مليك العنابي وموسيقى وتوزيع أمير حمامدة ستوديو دي جي سون باش مينقولوش بيبليسيتي ولكن الغالب أولاد عنابة من حقي نحن نذكره نحن نذكره نحن نذكره نحن نذكره نحن نذكره نحن نذكره لأنهم والحمد لله يا ربي ما نجتمع أكثر منك قلت طارق الكليب تاع أغنية فور فور صورته في تركيا انت معروف عليك حبك للجزائر علاش فيديو كليباتك كامل تصورهم في الخارج بما أنو الجزائر ما شاء الله يعني أعناب أبرك تكفي قدمت أغنية اللي باش نكونوا متعادلين أغنية باسم الجزائر تبدأ الحكاية قصورتها في أكثر من خمس ولايات ناهي بارك ما شاء الله كان ما بين الشرق والوسط والجنوب أغنية وردة صورتها في تيبازا اللي كانت يا قلبي من رايدا كريدو أغنية صح خليتيلي بلاستيك خاوية غنيتها في تونس صورتها في تونس والأخرى هادي مثل درتها في تركيا في تركيا واللي حنزيد نقول لك عليه سي أنو الكليب الجديد اللي باش تصور بين باريز ومصر وعنبا حبا يعني هادي هي الرغنية واسي جديدة اللي باش نصورها إن شاء الله أنا علاه أكدت لكي ما هكذا من باب التنويع مش على أني أنا نمد أو أنا ننشر سياحة البلد غيري لا أنا أنا ننشر سياحة بلادي قبل بيا دقيقة قبل بننشر بلد غيري ولكن من باب التنويع من باب أني نقدموا أجواء جديدة حاجات جديدة موسيقى جديدة أماك جديدة أماك جديدة وجزائر دي ما تبقى جديدة ولا عملك لأنه يحتموك لكن ما ساسبغي دايما نحن كما قلت الجزائر دايما جديدة وبالعكس نحن نفهمها بطريقة أخرى أنت تأثر باش تنقل الثقافة الجزائرية ربما للبلدان الأوروبية أو للبلدان العربية في كليب فور فور يشوفوه المشاهد أنه الأتراك شوفنا الأتراك نطقوا كلمة يقعدين يردوا يقولوا مثلا تروحي واحد خلاف يقعد يقول لك هو فور فور إزين ديالي فهمت كيفاش تروحي واحدة طفلة خلاف تقول لك فور فور إزين نخلي نطق الكلمة من التركي مش من الجزائري من الجزائري ماذا شيء جميل الحمد لله هنا يجح حجم لها الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله نحنا سمعنا مؤخرا أنه راح تجمعكم راح يجمعكم عامل مشترك من غير العمل يعني لي جمعكم ومع فنان آخر فنان آخر يجد برنامج عربي أنا خلي الجواب يجاوب عليها نص يلا تفضل هو والله كين أعمل صح قاعدين وجدوا فيه ورح يتسجل كامل في القاهرة إن شاء الله وحجزنا استوديو لمدة أفريل في أفريل العمل يخرج في شهر خمسة شهر ماي وهذا العمل ما نحبش نحكي خليها مفاجأة للجمهور هو عمل كبير عمل عربي يعني عمل كبير على المستوى العالم العربي عربي إن شاء الله وهذا العمل باش نتلاقو فيه أنا والأخ الفنان تارق بلوان تخليه من الإخراج ونرجعو للأغنية نجبدو للأغنية نجبدو للأغنية ومعانا فنانة مصرية هي تخرجت من برنامج كبير هو برنامج Arab Idol ودارت اسمها في الوسط الفني وإحنا رح نعمل ما قدرون نعرفوش كون الفنانة فنانة مصرية نخليها مفاجأة أو لا نقوله بل الإسم عليش هي الفنانة إيناس عز الدين ما شاء الله هي صوت رائع صوت رائع جدا وإحنا على اتصالات بها يعني المشروع على قدم مصر المشروع على قدم موسى وهذا العمل رح يلحنه فلحنه في الإنجاز بعد ملحن تونسي معروف عيصان بن عمارة ملحن كبير تونسي والمجهول مليون تحيلة والتوزيع رح يتوزع في القاهرة في مصر الموزع مصري الموسيقيين مصريين والستوديو مصري والعمل مصري جزائري الله يبارك إن شاء الله يكون عمل جميل وإن شاء الله يكون رائع كما عودتونا إن شاء الله ثاني إن شاء الله شرف كبير على أنه يكون تعاون معنا مع صوت شاب مثلها وأيضا فنانة صوت من أقوى الأصوات اللي أنا نتمتع بصوتها واللي عنده شك في هذا يخش اليوتيوب ويسمع صوتها وإن شاء الله يا ربي مرحبا بها في الجزائر أكيد نحن تانين وجولها دعوة من برنامج مرحبا بيها هي رح تزور الجزائر بعد ما نكمل العمل بش تزور معنا الجزائر وعندنا أعمال تكون هنا في الجزائر من قنوات التليفزيونية أو في الحفلات من شاء الله يكون عمل رائع عمل مشتركة جزائري مصري تونسي إن شاء الله يكون عمل عربي متكامل نتكلموا شوية طريق على جديدك في الفيلم الفيلم سينمائي الفيلم بنت الدوار من بطولة الفنان القادير فتيحة سلطان في الفتيحة سلطاني اللي نوجه لها تحية واللي كانت أيضا في الكليب أنا غريب أنا غريب شوفي اشتركت معنا اشتركت معنا في أعمال هي شركت معنا في أول كليب وأنا سنقدم لها أكبر تحية هي شركت معنا في أول كليب غنائي وأنا شركت معنا في أول فيلم سينمائي أيضا الفيلم من منقدرش نقول لك نخف نذكر اسم وننسى اسم ولكن نقول لك نشكر كل التاقيمين على هذا الفيلم من مدير التصوير مروان بورزا وأحمد خير الدين أيضا مدير المونتاج والمسؤولين كلهم على المونتاج رؤوف مراد بورورو كل كل والتاقم اللي معايا السيناريو والحوار مليك العنبي الممثلين فتيحة سلطان صايفي محند لمثل دور الأب نجم الدين زاكي نورهان هذوما الشباب اللي هما خارجي المسرح المسرح الشباب عاما في الجزائر وتنبثوا في قاعات سينما لا تصور في دشرة ما بين دشرة في إحدى ولايات الجزائر لأنه ما نقدرش نقول اسم الدشرة لأنه كيخرجت نش على اسم كيخرج خبر على اسم الدشرة صرات شوية بلبلة لأنه كيما قالوا هما أنا ما نشوفش فيه أنه فيه نوع من الجراءة يبقى أنا حبستنا لأني نذكر اسم الدشرة في دشرة معينة عملنا هذا الفيلم والحمد لله شارك في أول مهرجان تيعو في مهرجان بشار في الفيلم القصير والحمد لله الآن هو داخل في عدة دورات سينما الحمد لله إن شاء الله كل توفيق إن شاء الله هليك طارقوا كل إن شاء الله القائمين اللي يقاموا بهذا العمل الجميل والكليب الجديد اللي باش يكون أغنية صافي صافي أيضا اللي راح تتصور في الخرشي أوروبا إن شاء الله وأغنية يلوم ميمة اللي باش نخدمها أيضا في باريز هذا الشهر إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نزيدوا نسمعوا حاجة من عند في الطابع الشرقي في الطابع الشرقي عند عبد النور يلا هاتي قلنا حبيت نغني ونيتعوني يلا أطربنا لسه فاكر قلبي يدي لك مان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كانت لسه فاكر قلبي يدي لك مان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كانت ولا نظرة تقوصل الشوق والحنان لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان برافو شكرا لك عبد النور شكرا ونت طرق نسمو حاجة من الألبوم ولا من الألبوم مش حابة تسمو الألبوم أختاري باش نغوز أو أختار الأغنية اللي تساعده السيدة أخويا السيدة أخويا تعموال كبير موال كبير تعموال غسفة يعني تحليكي في الأغنية في الأغنية لكلب فورفور ومبعد فورفور الزينة ديالي توجور شغلي بالي أنكور مغيبها لي واش سير فيا واش داير فيا واش اللي خلاني معاه في الدنيا ديا أنا قلبي راه بغاه غير حسو بيا هاش دي دلاني معاه واش تغلى فيا ما تغيرو ما تديرو ما تغيرو ولا بغيتو ديرو فورفور الزينة ديالي توجور شغلي بالي أنكور مغيبها لي واش داير فيا خلية شكرا لك وشوفنا بعض لقطات من الفيديو وكليب معليش طارق مرحبا بك في كما قلوا دارك انت عوتنا داي من بقوب جديد تاعك وصوتك نعرفه ونحبه من بكري نشكركم بالبزا في حضرتهم معنا أنا برك نقول من غير يعني الفن عبد النور عنده وعنده سالون دوتي جميل جدا مقبل كنا نتكلمو وعرضني يكون بلاتو تاع الأجواء يكون الأجواء إن شاء الله هذا وعد مننا إن شاء الله شاتلي شاتلي بعنبا بعنبا في شافي في شافي على شافي بحر انت نقلتنا شاتلي الباريسيا لعنبا وطنية تاعي اني كنت قادر نعمل البروجية دا أبالي مي أنا فضلت اني نعمل البروجية دا في عنبا وطاعة الفنان الكوبا يعيش على الفن لازم عنده حاجة خارج الفن باش ينجم يقدم فن راقي وفن عنده قيمة وبدليل أغلب النجوم العرب عندهم كافيتريات في مصر كافيتريات اكزاكتما وما من شوف الديزاين تاعو نشوفه بطريقة فنية رائعة إبداع حتى في باريس في فنان واش عنده محل قتلي تاع الحلوية تشكون نوري الكوفي نوري الكوفي هو فنان من تلمسان معروف عنده محل تاع حلويات وليح وروح وحلويات الجزائرية الجزائرية تعمل 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 الله يبرك هذا هو الفنان هذا هو صيفاته نشكركم بالبزدف لكنتوا حضرين معنا نشكرك انت طارق لي جبتنا عبد النور كان ضيفا رائع جدا هذه هي سمات الفنان الجزائري نكن سمات يعني الفيديو كليب ولكن تك شخص ما شاء الله الفنان موتقف فنان بأخلاقه فنان بيتواضعه ايضا نشكره كليم برك لبرنامج والله انا فرحة كتير اني موجود معاكم هنا في الجزائر في بلدي وفي قناة الاجواء ومعاك الاخر الدلال شكرا وصارما في un très grand plaisir حسي تروحي وكأنني في داري الحمد لله الحمد لله وهذا هو الهو البرزيخ دعنا الحمد لله لتكون مرتاح انت طارق انا من وجه تحية لكل التاقم اللي له معايا كل واحد باسمه تحية لك اخت دلال تحية لتاقم المونتاج اكيد في القناة تحية لكل عمال القناة الاجواء اللي نشوفها انا من القنوات اللي مسكت طريقة الاستمرارية والنجاح برافو عليكم وصدقيني بالله اني الاجواء وانا في القاهرة وشفتها الحمد لله رب اللي يعلم هذا شرف لنا شكرا شكرا لك طارق تحياتي لك ونشكرك بزاف نشكر كل مني تبع طارق بنوا بالجزائر او خارج الجزائر كلهم ونشكر تحياتي لهم الكل وتحية كبيرة للفنان عبد النور حسن اللي انا كان لي شرف على اني معاه اليوم ولي شرف الاكبر على اني كنت سبب من ضمن الاشباب اللي خليته يدخل ارض الجزائر ويكون الرجوع الفني في الجزائر رغم انه الحمد لله هو فنيا ناشط في اوروبا ولكن في الجزائر هتكون بداية ان شاء الله قوية ان شاء الله هذه البداية تاعتك ان شاء الله المشاهدين اللحقنا لنهاية عدد اليوم من البرنامج كنا في السالون وكوضيئات كوفين نشكرو كامل قائمين على هاد السالون من عمال من صاحب المحل لحسن ضيافتهم لينا نحن طاقب ناجوا ولي ضيوفي قلكم الى النقاء تلقوا في العدد المقبل ان شاء الله موسيقى تلقوا في العلم ملذى الإعذار فارفار الزين بجعلي تدو decisور شاغل ي باليق انقرك رب غيب هgardيких واش داير بيا' فارفار الزين بيعلي تدوrul شاغل لي بالي واش داير بيا' موسيقى 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 موسيقى